السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة بنت للا نجية فيديو اليوم ان شاء الله أخواتي سنتقسم معكم هذا الموديل هذا فسان وكيصلح حتى المناسبات كيبقى على حسب النوع اللي اخترته ديال التوب بنسبة لهذا النوع كيصلح حتى هذا الموديل هذا كيصلح في هذا التوب كيف كتشوفوا معي التوب موسلين وكيصلح كذلك حتى في التوب اللي كيكون ديال الحرير أنواع ديال التوب اللي كيكون خفيفة كيجي في هالموديل رائع بالنسبة لتبطين هاد الموديل ضروري من تبطين أنا استخدمت لها هاد الموديل هاد التوب هادا كيكون بحال شكل ديال البوبلين ولكن النوع اللي كيكون مزين كيكون نرطب هنا يا بنسبة لتوب عندي جوج متر وخمس وثلاثين عدين القسم منها خمسين سنتيم ديال الكمام وبنيسبة لتبطين فصلتولي هبوح ديتو مباثوش هي مع الفصة اللاصق بدك شارش مشاركتوش معاكم فصة يعني التبطين هاد يتفصل عادي جدا كيتلبس تحت الفاساتين والموديلات اللي كيكونوا شفافين صافي من بعد أخواتي التوب اللي كيبقالي اللي هو هادا كيف كتشوفوا معي العرض ديال التوب مترونس بزاف الأخوات اللي كيسونونيش حال مذكرتش لنا العرض ديال التوب طول ديال التوب هوا طويتو على إثنان بقين عاود نطويه مرة أخرى على أربعة حاشية ديال التوب وللحفة ديال التوب را كتكون من الفوق وفي أسفل الموديل صافي الطول ديال التوب هو هادا هو مكامل شمترون صراحة نقص واحد شويه مش مشكل صافي هنا يا را كتشوفوا معي التوب الجيها مغلقة وجيها مفتوحة دا بعد نخدمه أخواتي هاد الجزء العلوي كان حسبوه أربعين سنتيم وغالبا ما كتكون أربعين نسبة لكبر ممكن أنكم ما تقطعوش هاد الجزء حتى ترسمو الموديل هاداك الجزء العلوي عاد تقطعو مش مشكلة هنا ايان بعد ما حسبت ربعين سنتيم غادي نضيف ليها قيمة ديال الخياطة هاي ربعين وغادي نزيدو لها حق الخياطة واحد فاصلة خمسة نسبة لها توب ضروري توب توب دابا بيس لان كيتحرك بزاف يكون شوية صعب الفصالة ديالو صافي كنمشي في هاد المساء هاد القيمة هادي هنا في المجموع صبح عندي دابا واحد وربعين فاصلة خمسة واحد وربعين سنتيم ونصص صافي حطيت نقاط كنتمنى ان شاء الله يكون واضح حطيت نقيطة ثانية وهدي نقطع ديالجزء العلوي بنسبة لهاد الموديل آآ مازال عندي وحد توب اخر ديالوحدة سابونة كين واحد شوية ديال الاختلاف بالصدر والاختلاف اللي كين هو اللي كيكون فلغه بسواق يعني في الفستين ديال السهارات كيكون موديل رائع هاد الموديل هادا في هاد الايام خدمت فيه بساف الاكتر يكيخدمو بجيب كلوش يعني بت النورة اللي كتكون كلوش على شكل متلت انا اخواتي باش ما نخرجش من الموضوع ديالو ضروري قيمة ديالا إلا كنتوا غاد ديرو في السحب في الخلف غادي تخليو اه اتنان سنتيم اما الي كان هاي الخياطة واتكون فتحة في الظهر هادي تخليو قيمة ديال الخياطة واحد سنتيم كيف شفتوا معايا هنا ايا في الصورة نخدمو معاكم بطريقة جيد سهلا ان شاء الله سنتيمائية ومن بعد اخواتي كان ناخدو العرض ديال الكتاف صاحبة الموديل عنده ثمانية وثلاثين سنتيم ما كنحسبوش هاد القيمة ديال الخياطة نحسبوه من هاد الخبط الداخل ما كنحسبوش اه لقيمة الخياطة هنا نصف عرض الكاتف هادي نضيف عليها واحد سنتيم ديال الخياطة نحاول نقرب لكم الصورة اكثر لان الموديل في هاد يعني يتوب موزار كاشو في هاد الوريدات لا ربما ما يبانش لكم زين هنا يا كنمي الكاتف بثلاثة سنتيم ومن بعد نجيو نحسبو الرقابة قادي ندير فيها اه سبعة فاصيلة خمسة سبعة سنتيم ونصف وننزل بقيتنا سنتيم بالنسبة للطهر او للخلف صافي نربط النقطة ديال الرقابة مع الكاتف كيف شكتشوفو معي صافي ومن بعد غادي نجيو نميلو نحسبو عفوان حردة الايبض طريقة مضبوطة وناجحة معاكم ان شاء الله غادي نزلو بنصف عرض الكاتف ها الطريقة هادي نخدم معكم اخواتي بالقواعد بعض الامور كنحاول نختصر بحل الرقابة لانا معروفة كنقسموها لخمسة انا حاول نختصر لكم سبعة فاصلة خمسة لانا مناسبة لهذا الكل هذا اللي اخدم معاكم انا اخواتي كان نزلو بنصف عرض الكاتف بالنسبة لحردة الايبض حردة الايبض عفوان اهنا من بعد ما حسبنا نصف عرض الكاتف غادي نضيفو عليه حق الخياطة والراحة كذلك شحال غادي نزيدو عليه غادي نضيفو عليه ثلاثة سنتيم او اتنان والافضل تكون ثلاثة لانا التوب خفيف بزاف ونخاف نقول لكم اتنان وهو مع السورجي قدر يتقطع لكم شوية فيه منسبة لنا ما كان قطعش في السورجي نكن نتكلم على منسبة للمبتديات طريق سيف اخذ المقاس ركن ناخدها بعد الشكل بالنسبة اللي كتاخد سنتيم مرخوف ماشي مشكل يعني على حسب الطريقة اللي مولفين كتخدموا بها ما كان حتى شي مشكل حطوا القياس بالطريقتكم منسبة لنا كان نخدم بالقاعدة يعني كنناخد سنتيم ملاسق على الجسم فهالطريقة مبعدك نقسمه على اربعة وكنحط الربوع ابتداء ما هاد الخط الداخل ما كان حسبش قيمة الخياطة اللي خليس واحد سنتيم لا نحط ربوع الصدر ونضيف عليه ثلاثة سنتيم نسبة لكم اللي كتاخد سنتيم مرخوف طوب الطريقة ديالكم صافي مبعد ما حطيت ربوع الصدر غدي نضيف عليها ثلاثة سنتيم ونكمل الخط ديالي ونخرج هنا مياه ثلاثة سنتيم نحاول نختصر لكم هاد ثلاثة سنتيم انا غير باش نسهل على الموتا ديال باش يعرفوا يرسموا هاد الحاردة ديال العباد نديروها ثلاثة سنتيم بزاف بالنسبة اللي عندهم الصدر كبير اما هذا الصدر عادي آآ غير بغيت نقول لكم ثلاثة لان باش تعرفوا ترسمو هاد تقويرها ما اللي عرفت ترسمها لدى اي زمان ما تحتاجوا مش تحطوا هاد القيمة نحاول اخواتين ضغط لكم بلون اخر نرسم لكم الموضيل لعلوا عصيبان لكم مزيان هلنكتوب في هاد الوريدات ومن بعد ناخدوا القيمة ديال الحزام بنفس الطريقة ناخد دورة الحزام بنفس الطريقة اللي اخدتها في الصدر سنتيم لاسق بنسبة لكم الى كتاخدوا السنتيم مرخوف ماشي مشكل خدموا بطريقة ديالكم انا يا غنحسب من هاد الخط هادا من هاد النقطة كنحسب نحط ربع الحزام زائد ثلاثة سنتيم كذلك نفس الطريقة او ربع الحزام اقرب لكم الصورة او غدي نضيف عليه هادا بثلاثة سنتيم قيمة الخياطة والراحة كذلك هاد نحط هنا ثلاثة سنتيم ونوصل النقطة لعند خط السطر موضيل وخد شوفوا هكذا اخواتين رعا الموضيل ساهل اهم شي ان في اللبس ديالو كيجي رائع صراحة الموضيل سافي كنرفع الجانب باثنان سنتيم بجوز سنتيم باش كنطلع في الجوانب وكن نوصلوها لعند منتصف ديال الحزام يعني كنقسمو ديك القيمة ديال الحزام على اثنان ونوصلو هاداك النقطة مع اثنان سنتيم باش نرفع الجانب سافي اخواتي تبا هادين قطع هاد الزائد هذا باش ناخد هاد القطع ديال الاد دهر نستمر مبعد ما قطع ساخواتي هاد الجهة ديال الخلف او للدار غادي ناخد التوب اللي كيبقى ليه نحاول نقدك الزيادة اللي عندي هاد التوب الجهة اللي كتكون معوجة هنرى التوب على اثنان نحاول نقطع صدف التوب هنقطع هاد الجزء هذا وناخد الجهة ديال الامام نطوي التوب كذلك على اثنان هناخسني ضروري التوب حيث قليل هناخسني ضروري ناخد القيمة ديال ناخد القطع ديال الكل ويلا بقى ليه ولو كنوا قطع صغره نحاول نجمعهم وندير لها الحزام سوف ينبعد اخواتي ناخد واحد جهة اولا واحد القطع ديال الخلف لانه مجوش قطعات ناخد واحدة وكن حتى بها الطريقة لاحظوا معي شنو هادين دير دابا باش ناخد الكاشكاشة ديال العنق بالنسبة اللي بغاية الكاشكاشة تكون وصلة حتى للحزام اعتها بطيبت القيمة حتى الخبط الحزام كان حتى هنيا سبعة سنتين ميهة مناسبة ممكن اقل او اكتر كيبقى ليكم الاختيار انا اختارت سبعة سنتين لانها كتجي مزيانة احنا اخواتي اه من ثمانية حتى الثمانية فاصلة خمسة هذي نحط هنا ثمانية ونصف لانه الرقابة فيها كل ما عاديش نخدم من الكل ديال الفوسة اللي شفتوا هذي نحضم معكم كل اللي كيجي كل مونتشي شويات كيجي طالع ولا الكل اوفيسي هذي نحط دابة الرقابة ديال الخلف بهذه الطريقة هذي لاحظوا معي ضروري تحركوا هذك القطعة ديال الخلف حتى تحصلوا على الشكل ديال الجهة الامام هذي القنط ضروري يكون في هذي جهة لانني بغيت الكشكشة غير في الرقابة فقط اما لا بغيتها تكون الكشكشة نازلة حتى لخط الحزام ممكن تبطو بديك سبعة حتى لخط الحزام نحطي سغرب هذي الطريقة هذي نوصلها لهذا القنط هذة صافي ونعود نتأكد بان سبعة سنتيم مش بقى كيف ما هي لان التوب كيف تكليكم صعيب شوية في الفصالة يعني ذك الحرير وستان اه وادك ستان حرير ولا الحرير التوب اللي كيكون خفيف وحتى هذي النوع هذة مسلين او الشيفون كيلي كيقولي الشيفون صافي من بعد ما نزلنا في الرقابة دي الامام با اه 8.5 بعدين اقتعد بهذا السائد حددت النقطة دي للرقابة اللي هي هذي ضروري تحددوا هذك للنقطة هذا العرض دي للرقابة سافي وعد نقطع هذا الجزء هذة الجهة دي الامام من بعد اخواتي عاد نستمر نقطع الموديل ديالي انا اخواتي راني كان نقطع لكم موديل بيد وحدا واليد ثانية نقرب لكم الصورة بها كان صور لكم بيد واليد ثانية نقطع سافي اخواتي هنا ايه نقطع ديك الزائد نحاول نضبط الموديل ديالنا مزيان كيف كتشوفوا معي ومن بعد غادي نحيدو هذ القطعة ديال الخلف ناخدو الجهة الامام اللي هي هذي اللي حصلنا عليها ونعاود نقسم هذ المسافة على اتنان وندخل ب اتنان سنتيم بش ما كيكون شتوب بالجهة ديال الايبض ما كيجينش في الجهة الامام منفوخة صافي هنا يا اتنان سنتيم اللي دخلت بيها بيها هذي افضل انكم تبتو تبابيس لانه كيتحرك بزاف وهنا بحالي سبق لي اذكرت ليكم في واحد الفيديو مكان قطعوش اخواتي في القنط هذي نقرب لكم الصورة لاحظوا معي تقريبا واحد سنتيم اللي كنخلي عاد كان بدا نقطع لاحظوا معي كيفش فصل كيفش قطعت هذا الجزء هذا صافي اخواتي هذي هي قطعة ديال هذي هاد الامام بعد ما سالينا بالفصالة لاحظوا معي التوب اللي محطوط ديالت النورة بقى في المكان دياله ما محرقتوش من المكان دياله يبقى كيف ما هو يعني عيباش تتبعوا المراحل ديال الفصالة ده بعد ينفصلو اخواتي الجزء السفلي بنسبة الجزء السفلي في السلطة ديال الموديل يجي تحفك يجي الموديل رائع ديال المناسبات وعيد ميلاد يعني كان يجيوني بزاف حال هذه الموديلات فصلتو بهالطريقة اللي كتشوفو معي على القطع الصغيرة الجزء السفلي فصلتو على شكل متلات يعني كلوش على شكل متلات بغيتو تديرو في السحب الخلف لك تاخدو الجيهة وحدة تكون مغلقة وجيهة مفتوحة اما لبغيتو تفصلو الجواني بيكونوا مفتوحين بجوش كتطوو بهالطريقة ثلاثة مترو ديال التوب اللي كتحتاجو في الموديل كتطوها على شكل متلات كتاخدو التنورة هي الاولى من باقي لكم هو اللي كتفصلو منه الامم والخلف والاكمم بالنسبة للموديل اللي كنفصل فيه التوب غير كافي يعني ما قليل شي شوية كنحاول معا نخرج الموديل ديالي هناك نحطو القطعة ديال الخلف فوق هاداك الجوز ديال التنورة وسنتيم فوق سنتيم ضروري باش كتضمنو قيمة الخياطة ما يجيكمش الموديل القسار بالنسبة لهاد القطعة هادي انا غادي نخلي توب كامل ما غادي نقص في حتى شي حاجة في التنورة في العرض ديالها نخلي العرض ديالها نخلي العرض كامل نسبة لكم اخواتي غير باش تعرفوش حالات يعني واش تخليو كاملو للا كيبقى على حسب الكاشكاش اللي بغيتو انتومك يعني كتخليوش حال ما بغيتو خمسة عشر او اقل ولا اكثر كيبقى حسب الرغبة صاف هناين بعد ما حطيت سنتيم فوق سنتيم بعدش كل هذا دا بغضي نجيو نحسبو اخواتي الطول ديال الموديل طول ديال الموديل زائد اربعة سنتيم الطول آآ سابونا مترو تسعود وثلاثين زائد اربعة سنتيم ميادي كيف كتشوف ما هي سبحات عندي مترو تلاتة واربعين كنرسم خطهم بعد نقسمه على اثنان بعد ما حددت الطول نقسم هذا الجزء على اثنان عني هات الخط كامل ومن بعد كنرفع الجواني بثلاثة سنتيم ونوصل هذيك النقطة الثلاثة مع المنتصف صاف هنا مكان اخواتي ونقطعوا هذا الجزء هنا نكونوا سيلينا الموديل ديالنا بقلينا الاكمام ونفصلهم معكم القواعد هنا لاجاكم هات الجيهة طلعة عادي لان هذيك القنطة راح نطلعنا فيه بجوز سنتيم اولى اثنان هنا حيث التوب عندي خفيف بزاف كيتحرق يعني نزلت ديك الجيهة يعني مهم بخير باش تعرفوا اللي اجاكم اطلاصة طلعة مش مشكل انها تحسب ديك سنتيم ولله اهم شيء في الجهة الامام بتحسب ديك سنتيم فوق سنتيم ضروري ومؤكل بحال اللي شفتوني حطيت في الصورة هناك شوفوا معي اخوتها وتبدين على الاربع راني فتحت القطعات الجهة اللي كانت مغلاقة فتحتها سباحا ندي التوب به الطريقة هذي هنا سلينا فصله اخواتي ونناخدوا القطع ديال الكم اللي هي خمسين سنتيم نطويها على اثنان ونعود نطويها على اربع حشية ديال التوب كتكون على الحشية وننقد توب ديالي نحيدات السيادة هذي الحفة ولا الحشية ديال التوب من بعد اخواتي نحسبوا ناخدوا هذ القيمة اللي حطينا في الاول حطينا العقل توماعي نزلنا بالنصف عرض الكاتف زائي ثلاثة سنتيم لكن في الكم دابة غيكون واحد شوية تغير واحد شوية، ن تبعي مع ايضة ثلاثة ان اقواتي نزلنا بالنصف العرض الكاتف زائي ثلاثة اربعة سنتيم هذه نزلنا بالنسبة لا افكار ونشف اعرض الكاتف زائي ثلاثة حجنا زائي اربعة containers نقسم هذه المسافة على اثنان نصف عرض الكتيف زائد اربعة سنتيم هذه قاعدة تخدم بها الجميع الامر نصف هذه النصف القيمة التي قسمناها على اثنان نزلها بالنصف من الجهاز المفتوح نرسم واحد الخط نقسم على اثنان نرتفع من النقطة نقسم 1 سنتيم هذا الخط وهذا النصف نقسم هذه النصف نرتفع ممكن 1.5 نقسم 1 سنتيم نرسم واحد القوس هو هذا الجهاز والجهاز اللي نزله كذلك نفس الطريقة نرسم واحد الخطس قبل ما تقصوا قبل ما تقصوا أجلالكم قبل ما تقطعوا تأكدوا من الدورة لتلعابة الاضروري قد تتقطعوا حتى تزيدوا قد تنقصوا سنقصوا قطعات الزائد هذا انا اتذكرت هنا باش نعو نشرح لكم بالنسبة للمبتدئات بالنسبة لي انا عارفة قياس يخرج لي الحمد لله مية في المية يخرج مزيان هنا بالنسبة للكاتيف حيث فيه خياطة ضروري قيمة الخياطة نخليوها ما نحسبوهاش هاي واحد سنتيم كنخليوها خرجه قيمة الخياطة هي هاي بالكاتيف فيه خياطة اما الكمراء ما كتكونش فيه خياطة ونعاون نتأكد من الدورة كاملة بها الطريقة نستفق نحدد النقطة للنهاية لكم لانتم لاحظوا معي راكي يجي القياس مضبوط بالنسبة لي كي يخرجي القياس وهذاك مزيان من بعد اخواتي غدي نحسبوه ده بالطول للكم صاحبت الموديل عند 58 وغدي نزيد لها قيمة اللاستيك بالنسبة للموديل اللي بغادر تغير و بغادر فيه بانضاف لكم ممكن بالنسبة لي هنا انا لحسب طالب دي الزابونة طول دي لكم زائد 6 سنتيم او 5 قيمة دي اللاستيك افضل بالنسبة للموديل يشفتوه الصورة عادي تخليو 6 سنتيم العرض دي لكم كي يبقى حسب الاختياء يعني حسب كل وحدة وضوقة ممكن تخليو داك العرض كامل مش مشكلة هنا انا حاولت نحسب لغير 20 سنتيم سوف يمكن نرسم هذا الخط هذا كنوصله الاخر دي لكم ونقطع اخواتي هاد توب هاد القطعة ممكن استغلا للكم وانا اخواتي وصلنا النهاية للفصالة وصلنا معي فيديو الطريقة للخياطة اخواتي كنتمنى يكون اجبكم فيديو قريب ارتبط اخواتي